لكن التفاصيل الخاصة بقى باستعلادات الفريق الفريق رجع بعد مباراة الحارس ما كانش فيه اجازة وراحة تدريبات لمدة 48 ساعة الدخول في معسكر مغلق النهاردة وبقرى الخوض المباراة المهمة امام منتخب السويس كل التفاصيل دي بالتأكيد عن عرفها من خلال لازمنا كريم احمد موفد قناة الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة واللي بالتأكيد عنده تفاصيل كتير عن استعلادات الاهلي لمباراة منتخب السويس مساء الفل يا كريم زميل العزيز محمد سعيد كل التحاليك والكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي اخر الاخبار عندك واستعلادات الفريق والقايمة المنتظرة اللي ممكن يختارها كولر لمواجهة السويس بكرة في دور الـ 32 لكأس مصر يعني زي ما انت قلت محمد من بطولة الدوري لمباراة بطولة كأس مصر ومباراة النكاوت يعني بيكون لها حسابات وترتيبات عديدة جدا للجهاز الفني لتعرف الكاس بيكون في مفاجآت بنشوفها وممكن تبعناها على مدار السنوات الماضية لكن لمطمنا الحقيقة هو الشكل العام لفريقها للنادي الاهلي يعني لمسنا بشكل كبير جدا يا محمد من قدرش ننفل لعب اساسي ولاعب احتياطي لا يمكن الراجل بيشتغل مع الكل تدوير كان مهم جدا يمكن كان لنا يمكن حديث قبل المباراة حرص حدود وقلنا يمكن مستر كولر هيطبق يعني شكل الروتيشن في اكثر من لعب وكمان المهم جدا يا محمد هي المهام يعني المهام اللي بيديها اللعبين بتخلي شكل اللعب يظهر بشكل كويس جدا شفنا القندوسي الحقيقة بيأدي أداء مميز مكاسب عديدة جدا طار محمد طار يحرازه ليه لأهدافهم شركته من جديد امور عديدة جدا الحقيقة مش مكاسب فقط لغير للثلاث نقاط لكن كلها مكاسب بفنية الرجل بيطامن كل فترة لكن زي ما بأكد لك مباراة الكاس بتحتاج ترتيبات بتحتاج أمور عديدة جدا كان انت اتكلمت على حراسة المرمى من الواضحة ومن الشكل العام لشانه هيستمر في حراسة عارين النادي الآلي في مباراة الغد لان انت عارف زي ما بأكد لك بقول لك حراسة المرمى مهمة جدا في مباراة الكاس الخبرات مهمة جدا انت تكون متواجدة في هذه المباراة مهما كان اسم المنافس ومهما كان الفجوة الكبيرة او الجاب الكبير جدا من تاريخ النادي الآلي ومتخب السويس لكن انت عارف الاحترام المنافس امر مهم جدا وده اللي بيأكد عليه ميستر كولر وكل اللاعبين النهاردة ان شاء الله بإذن الله تدريب الختام والاخير لفريق النادي الالي قبل التوجه الى المعسكر المغلق المعتاد قبل المباراة 24 ساعة مباراة غدا بمشيط الله على استاد القيرة فيها 8.5 كل توفيه ان شاء الله للنادي الالي لكن زي ما بنتكلم طبعا على بعض الامور الاجابية عندنا برضو بعض الامور يمكن لمكناش بنتمنى انها يكون متواجدة معنا وهي الاصابات الحقيقة السلية بيغيب عن مباراة الغد ومعهم يتولي لكن يعني السلية حتى دي اللحظة ان شاء الله بإذن الله ما يطولش هي اصابة في العضلة الخلفية لكن يا رب ما بقاش بس شد قوي شوية في العضلة الخلفية لان انت عارف محمد العضلة الخلفية بتحتاج يعني تأني بشكل كبير جدا جلسات ووقت قلية اللي بتحاول ان انت تأهل العضلة بشكل كبير عشان ما يبقاش فيه اي انتكاس بعد كده لكن ان شاء الله بإذن الله السكواد المتواجد مع فريق النادي الالي حاجة رائعة وعظيمة كهربع يقود بمشية الله غدا ان شاء الله يكون لي دور كريستو ايضا كمان الحقيقة كلنا منتظرين نشوفه يكون لي فرصة غدا بمشية الله سواء في التشكيل او في اي جزء من المباراة ايضا كمان كل اللعيبة الحمد لله يعني طمنا عليها مفيش حد يبشك من حاجة كل اللعيبة جهزة اللعيبة اللي رجعت من المنتخب حمدي هنشوفه بكرة في التواجد بشكل عام في القائمة كل اللعيبة الحقيقة اللي غابت عن المباراة الماضية هنشوفها في القائمة لكن يترك الامر كالعادة طبعا للتشكيل والواجبات الفنية والهجومية والدفاعية المستر كولر لكن امور طيبة جدا محمد حتى هذه اللحظة اقرم توفيه يا كريم انا شفت له صورة بالامس كده في المران هل دخل تدريبات جمعية ولا لسه شوية وقت على مشاركة اقرم لا يعني اقرم توفيه الحقيقة طبعا كلنا متمنى له كل التوفيه يعود ان شاء الله بإذن الله واحد من اهم اللعيبة قيمة كبيرة جدا لكن لسه موضوع الكورة محمد لسه شوية لان زي ما بأكد لك يعني انت عارف فيه التقني بيكون في الاصابات اللي هي خلفية الامامية لكن انت عارف اصابات للصليبي بيكون فيها تقني كبير جدا وانده الجهاز الطب الحقيقة لدكتور احمد وعابلة عامل برنامج مهم جدا الحقيقة سواء لكريم او ايضا كمان اقرم توفيه يعني كريم فواده اقرم توفيه الاتنين ماشيين بشكل منتظم جدا كريم اقرم هو المحدد لي ان شاء الله ان هو يرجع قبل كريم بفترة لكن حتى هذه اللحظة موضوع الكورة ده يعني لسه شوية اقرم بيجري بيأدي عاجات في الجيم بيقوم بكل طبعا البرنامج التأهيل ليه لكن لسه في تعاني شوية على هذا الامر هو ايضا كمان وكريم فواده اتنين من اللعبين المميزين جدا قيمتهم كبيرة ان شاء الله يعودوا من جديد منتظرينهم بقى ان شاء الله بإذن الله مع انتهاء الموسم يكونوا في التوب فور مرتاهم يكونوا شاركوا في التدريبات الجماعية تدريجيا شاركوا في اجزاء بسيطة من التأسيمات كل الامور ان شاء الله منتظرينها من اقرم ومن كريم ان شاء الله يكونوا متوجدين في المعد ومشيئة الله محمد اصابة السلية ومتولي اعتقد هتستمر حتى منتصف شهر سبع كريم بالتأكيد يا محمد عشان كده يمكن لقول البدلك اللي بيقابل متولي ويمكن كمان عمر السلية انت عارف زي ما بنقول اسبوع اسبوعين بتبدأ ان انت تنزل تدريجي بعد كده بتبدأ تاخد فترات في التدريبات او في الكرف عشان كده من شهر لشهر وعشر تيام ممكن ده اللي بيبقى محدد على الرؤية اللي احنا بنشوفها وعلى الاصابات اللي شفناها بشكل كبير جدا في الخلفية تحديدا محمد وفي الانكل كمال الانكل ده بيكون يعني محتاج جهد كبير جدا ومحتاج حفاظ طبعا على الجاري بيكون ليه بمسافات معينة وبيكون بسرعة معينة هنفقده من الفترة اللي جاية لكن ان شاء الله بإذن الله زي ما بنقول سيقاتنا كبيرة جدا في كل الاسكواد اللي متواجد في كل اللعيبة شوفنا خالد عبد الفتال حقيقة حاجة مميزة جدا رمي ربيع بيقود من جديد كل اللعيبة الحقيقة مكاسب كانت مهمة جدا لكن بنأكد على مباراة الكاس محتاجة تركيز كبير المفاجئات ان شاء الله ما نشوفهاش نشوف كلها ايجابيات لفريقة للنادي الاعلي نقدر ان احنا ان شاء الله مهما كان الاسم ومهما كانت فريق اللي بيقابل نادي الاعلي بيقابل بطل افريقيا بيقابل نجوم النادي الاعلي بيحاول ان هو يسوق نفسه بشكل كبير حتى الجهاز الفني بيحاول ان هو يفرد نفسه بشكل كبير لكن ان شاء الله عندنا ثقة بإذن الله في كل لعيبة النادي الاعلي نتخطى مباراة الكاس بمشيئة الله محمد هل ممكن يكون فيه تصعيد لعدد من لعيب القطاع الناشئين موليد 2005-2003 اللي شاركوا في المباراة وديها الاخيرة امان قوات الدفاع الجوي هل ممكن يستعين كولر بعدد منهم في مباراة الكاس ولا نفس المجموعة اللي معاه في الفريل الاول هي المستمرة حتى لو مباراة في كاس مصر لا انا من اكد محمد ان المجموعة كلها اللي مركز عليها الحقيقة مستر كولر هي اللي هكون متواجدة على مدار المباريات القادمة محمد انت محتاج اربع مباريات لحاسم بطولة الدوري العام بجانب كمان مباريات بطولة الكاس اللي بنأكد فيها مفاجئات لا الراجل مركز مع المجموعة كلها الراجل عنده عايز يدي كل اللعيبة اللي ما بتشاركشها محمد التصعيد ممكن يتم ان شاء الله بعد الحاسم يعني بعد الحاسم يبقى عندنا لسه عدد من المباريات هتكون فرصة مهمة جدا لمستر كولر انه هو يشوف عدد من خطاع النشيين يشوف عدد من حراسة المرمى ايضا كمان ممكن نشوف حمزة عليها في حراسة المرمى لكن هذه الفترة مهمة جدا الراجل مركز بشكل كبير جدا مع كل اللعيبة تعارف يعني الاجهات بيكون متواجد في هذه المرحلة تحديدة لان التوالي المباريات بتلعب يوم 22 ويوم 25 ولسه تلعب يوم 29 مفيش وقت بشكل كبير جدا ان انت تعمل ريكافري عشان كده التركيز كله مع هذه المجموعة ان شاء الله بإذن الله كون فايدة كبيرة جدا في اختيار التشكيل الامسل بمشيئة الله غدا مباراة كون مهمة جدا لكن ان شاء الله المكسب من نصيب النادي الاهل بإذن الله الزميل العزيز كريم أحمد مفد قناة الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات من مقر النادي الاهلي بالجزيرة